السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديد الصمدي هالنهار ان شاء الله سنتكلموا على موضوع المعلومات هامة حول أقفاص أو بطاريات الأرانب وقياساتها النموذجية أولا ينبغي أن يناسب القفص الذي يعيش فيه الأرنب مع الطقس المحيط به بحيث يجب أن يكون مغلق من جميع الجوانب إذا كان الطقس بارد أو مفتوح الجوانب إذا كان الطقس حار في فصل الصيف وذلك من أجل توفير التهوية المناسبة للأنانب أما المعدن من ناشم بني القفص الذي يتم به بناؤه وهو القالفانيزي وهو معدن مضاد للصداء أما بالنسبة للخشب أو القصب الناس الذين يبنوا بالخشب أو القصب فأنا لا أنصح به لأن الأرنب تأكل الخشب وكذلك أن الخشب يجمع الحشرات إذا اتسخى ويصعب تنظيفه في حالة تراكم الفضلات والأقفاص يجب أن تكون لها مواصفات معينة وهي أن يكون القفص هادئ وآمن ومحمي من الكلاب وغيرها من الحيوانات المفترسة أن يدخل القفص الكثير من الهواء النقي هناك نقطة أخرى أن يكون محميا من المطر والرياح وأيضا أن يسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس إلى الداخل نقطة أخرى وهي أن تكون أرضية القفص نظيفة وأن يتم تنظيفها باستمرار وهناك أيضا أن يكون سقف القفص متينا بحيث لا يتسرب الماء وهناك أيضا أن يكون قفص واحد لكل أرنب بالغ أو متوسط الحجم وهناك أيضا أن يكون لكل واحد علبة خاصة به كما تشاهدون هنا في هذا القفص أن القفص مفرق لعدة أماكن للأرنب فهناك مكان للولادة هناك كما ترون وهناك قفص أيضا للتسمين هذا مفرق كل واحد على حدة هو قفص للتسمين هناك قفص آخر أيضا كما تراحظون هذا قفص للولادة أيضا المهم أنه يجب أن يكون مفرق إلى عدة علب كي لا يتشاجر الأرنب فيما بينهم أما بالنسبة للقياسات فالقياس النموذج العالمي أنا أبحث في هذا الأمر أن يكون طول 60 سنتيمتر والعرض 60 سنتيمتر والارتفاع 30 سنتيمتر 60 في 60 في 30 هذا بالنسبة للأرنب البالغ أما الأرنب الصغيرة فممكن أنكم تفعلون قفص كبير يجمع الأرنب هذا بالنسبة للقياسات هناك أيضا صغار الأرنب ولكن بمجرد وصولهم إلى ثلاث أشهر بالضبط يجب فصلهم هذه المرحلة تسمى مرحلة الفصل يجب فصل الأرنب كل واحد على حدة أما مرحلة التسمين تعزل الأمهات الجيدة ويباع الظكور باستثناء السلالات يجب تركوهم لكي نخصنا منهم أما الأمهات المشكوك فيها فيجب التخلص منها إما بذبحها واستفادة من اللحوم أو بيعها بالميزة إذن هذا هو كل ما يخص الأقفاص الناس لماذا لا يشاركوش معنا يشاركو معنا في القناة وتكيو على زر جيم كي يصلكم باش تدعمونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة